علق الاعلامي احمد حسام ميدو لاعب الزمالك الاسبق والمدير الفاني الاسماعيل الاسبق على هزيمة الاسماعيل بالامس من النادي الاهلي في بطولة الدوري العام وقال هذه المباراة التي انتهت بفوز الاهلي بسلاسة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الاسبوع الثالث من عمره مسامة الدوري المصري الممتاز ميدو اكد عبر برنامجه التلفزيوني ان اهاب جلال المدير الفاني الاسماعيلي اخطأ بالاعتماد في لقاء الاهلي على نفس تشكيلة مباراة الاتحاد السكندري واللي انتهت بفوز الدرويش على ارضه باستاذ الاسماعيلية ثلاثة واحد والمفروض ان كل مباراة وليها ظروفها وليها طريقة لعب مشيرا الى ان الدفاع المتقدم من فريق الاسماعيلي لم يتم تنفيذه بالشكل الامس لان لاعب الاسماعيلي لم يقوموا بالضغط على لاعب الاهلي وانتقد احمد حسين ميدو تحركات حمد النجاز لاعب الاسماعيلي في هدف حسين الشحات مؤكدا ان تمركزه كان خاطئ في الهدف والمفترض ان نلاعب دول كبير ويعلم اساسيات الوقوف والتمركز الصحيح